وإذا اكتعان حضرته صلى الله عليه وسلم للغرس حتى لو قامت الساعة إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها ونهان عن قطع الشجر شوفوا بقى الناس اللي بتقطع الشجر مش عشان لحاجة غير إنها تعمل أي حاجة ما لهاش علاقة بتنمية الإنسان ولا الحفاظ على البيئة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كرامة الأشياء ولذلك حتى ولو في القتال حتى ولو في المعارك لا تقطع الشجر فإن عصمة فإنه عصمة للمواشي في الإيه؟ في الجد إنه فيه رعاية فيه حياة متكملة فيه واحد قعد يسرف في حاجة معينة ونسي إن الحياة كلها دورة متكملة وربنا سبحانه تعالى شبك هذه الحياة حتى ننتقل من نعمة إلى نعمة من نعمة النبات إلى نعمة الحيوانات إلى نعمة الأشجار نعم 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 فرعاية الحيوانات والاهتمام بيها وعدم إذيتها زي تجنب السيط الجائر على سبيل المثال بيحمي بيئتنا ويحافظ على توازن البيئة بعض المخلوقات مثلا بتتغذى على بعض الحشرات فلما نتخلص منها نلاقي الحياة حصل فيها خلل في البيئة أو خلل في الكون على فكرة تعاملنا المؤذي مع البيئة وتعاملنا المؤذي مع الكون ما عادش بدرر غير علينا إحنا إحنا اللي دلوقتي عندنا كل واحد فينا بيحس دلوقتي بتغيرات المناخ كل واحد فينا بيحس الآن بقد إيه ما كسبت أيدينا اللي كسبته أيدينا بنشمه بيبان في جلدنا بيبان في أمراضنا بيبان في كل حاجة بتحصل لنا عشان إحنا ما احترمناش نعمة ربنا تعالوا نرجع تنلدنا اللي دعانا للنظافة ودعانا إلى كل هذه الأشياء ونهانا عن كل التلويس وكل الأزية تعالوا نشوف شوية إجراءات مهمة عشان نقدر نرجع مرة تانية بن أدمين بنعرف يعني إيه نعمة ربنا في الأرض هذه الأرض نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى هذه الأرض اللي كانت نسبة الخضر فيها بتوصلنا إلى الله من أقرب طريق لما نلاقي حياة بتتنفس معنا كنا زمان ممكن نقول والصبح إذا تنفس بنسم نفس الصبح هل إحنا حاولنا نكتب نفس الصبح فمش قادرين نتنفس نفس جي حديث عهد بالله كل ده إحنا لازم نتخلص منه تعالوا أول إجراء بقول لكم تعالوا رشد الاستهلاك بلاش إسراف والترشيد بيخلي الإنسان يدوء حلوة النعمة لما ترشد الاستهلاك يدوء حلوة النعمة رشد الاستهلاك في الكهرباء رشد الاستهلاك في المية رشد الاستهلاك في الأكل رشد الاستهلاك دائما مش عشان أزمة اقتصادية عشان تبقى إنسان وإن كان دوت عشان تعمله عشان الأزمة الاقتصادية ده كمان عشان تبقى حكيم فرشت عشان تبقى إنسان حكيم حاجة تانية سارع في إصراح حاجة بتسبب أزية للمجتمع ما تشيبش شيء بيصرب ولا شكمان عربية أنا بشوف ناس وهم ماشيين بالعربية بيوزعوا سموم بيوزعوا الموت على الناس لأنه هو مش عايز يصلح العربية ليه هو أنا مالي يعني هو إيه اللي هيحصل أي ولا حاجة اللي هيحصل إنه إحنا كلنا هنتضرر لازم نشجع بعض ونشارك في كل المبادرات اللي فيها حفاظ على البيئة على قد ما نستطيع زي تشجيه الاعتماد على شونة القماش والتقليل من البلاستيك والأنشطة كلها اللي بتساعد على إعادة التدوير واستخدام الأشياء المنتجات الطبيعية رابع حاجة إحنا لازم نساعد أولادنا إنهم يتعلموا كل ما يتعلق بالطاقة النظيفة ويبقى عندنا إبداع وابتكار أهل مصر مبدعين مبتكرون يستطيعوا إنهم يشاركوا في هذا الإبداع وهذا الابتكار في عالم بيستخدم طاقة خضرة بيستخدم طاقة بتعيد الإنسانية مرة تانية تدب في قلوبنا وبيعيد من مرة تانية احترامنا وكرمتنا لما بنكرم كل مكون من مكونات البيئة ترجمة نانسي قنقر